مرحبا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من سلسلة تعلم مهارات الصيد برعاية موقع مارين هاب بوابتك الالكترونية لكل ما يخص معدات الصيد والرياضات البحرية معكم كالعادة أخوكم أحمد مأمون وأتشرف بوجودكم معايا في هذه الحلقة اللي هنصحح أو أنا آسف هنغير بيها بعض من قناعاتنا والطرق اللي احنا بنشوف بيها الجيجات الفاست والسلو وده استجابة لطلبات حضراتكم متابعين الكرام في التعليقات فبتمنى ان انتوا تستفيدوا من حلقة اليوم وكل أمل ان انتوا تدعمونا كما تفعلون دائما لايك شير يا جماعة المحتوى ده مع أصدقائكم واكتبوا لنا كومنت باللي انتوا عايزين تشوفوه في المستقبل بما يخص الصيد بشكل عام والصيد الرياضي بشكل خاص أحد متابعين الكرام كان طلب مننا في الكومنت قبل كده ان احنا نتكلم على الفروق ما بين الفاست جيج والسلو جيج إزاي فرق يا جماعة الجيج ده ده كان فاست ولا سلو وخلينا نرجع شوية بالزمن مع بعض زمن أول ما بدأت التقنيات الحديثة دي من الصيد تدخل عالمنا العربي كان المتعرف عليه ان احنا بنمسك الجيج والله وبنشوف كده نبص كده نبص عليه نشوف الجانب ده والجانب الآخر بتاع الجيج والله اذا كان فيه تماثل تام للجانبين نقول الجيج ده يشتغل فاست والله اذا كان فيه اختلاف في الجانبين يعني ده فلات هنا فيه حتة عالية شوية ريتج زي ما انت شايفين وديزاين اهو طالما فيه اختلاف في الجانبين بتوع الجيج نقوله والله ده جيج سلو بس الكلام ده على قد ما هو كان صح ولا يزال الى الان يحتمل قدر من الصواب لكن فيه حاجات كثيرة جدا اتغيرك كم التكنولوجيا وكم المجهود والابداع في الديزاين بتاع الجيج تتغير الشركات بقت النهاردة بتنافس بعض انها تحقق افضل نسب سترايكس وانها بتعمل جيجات تخصصية زيادة عن اللزوم حاجات اقدر استخدمها الاعماق معينة حاجات استخدمها الصبح حاجات بالليل حاجات فيها يوفي حاجات الديزاين بتاعها مختلف نفس رسمة الجيج ممكن نجيب منه 3 او 4 اشكال من العرض بيفرق معايا قد ايه عشان كده النهاردة احنا محتاجين واحنا بنجاوب على السؤال ده مرة تانية مع ان احنا زمان جدا اللي يرجع يشوف من اوائل حلاقاتنا قلنا الكلام ده والله الجيج في ناحية واحدة يبقى الاتنين شبه بعض يبقى فاست الاتنين مختلفين يبقى سلو ده كلام كويس ولكن في افضل منه دلوقتي عشان نكون مواكبين للعصر والتكنولوجيا والتطور اللي احنا عايشين فيه طيب في بعض الجيجات مش هتعرف تقسمها التقسيمة دي مثال ده جيج بيشبه كائن حية اظن انا مش محتاجة اقول يعني اعتقد ده يشبه شايفين الخثاجة والكالماري شايفين الشكل عامل ازاي ده ديزاين فريد من نوعه جدا انا بحب الجيج ده للغاية طيب فين هنا نقدر نتكلم ازاي ان الجيج ده فاست والسلو لو جيت بصيت الناحيتين هتلاقي الناحيتين فيهم تماثل على فكرة مجرد الفرق الوحيد ما بين الاماكن دي اللي هم في الموجودين في الجناب هنا فقط لكن هنا الجنب ده زي الجنب ده ان لم يكن مية في المية نقدر نشيل بس الجزئين دول ويبقى هو ده عندنا حصل فعلا ان الجنب ده زي الجنب ده طيب لما نيجي نتكلم على الوزن بقى بتاع الجيج ده لو جيت امسك الجيج ده من النص شايفين التوزن التوزن مستحيل يبقى كويس شايفين مش هيحصل طيب فين الوزن بقى بتاع الجيج اخدوا بالكواب انا بعمل ده بالأسست كمان معنى كده ان الجيج يبقى موزون بس مش عند السنتر بتاعه لا ده قدام شوية شايفين يبقى هنا الويت بتاعي يعتبر الوزن بتاعي رايح في الاتجاه ده اكتر من غيره واو طيب مثال على كده كمان ان احنا عندنا مثلا الجيج ده الجيج ده فيه تماثل تام بين الناحيتين لكن الوزن الاكبر بتاعه شايفين واضح ان هو موجود في الجزء الاسفل فانا لو هشوف النص مثلا بتاع الجيج ده هقول ان النص هنا لو هعمل كده شايفين ليه لان فيه اختلاف في المكان اللي فيه اكبر وزن للجيج لما نيجي نحاول نوزن الجيج هنلاقي نفسنا بنروح اكتر للناحية السفلة منه للجانب الاسفل منه طيب هو انا عايز ايه من الفاس جيج ولا عايز ايه من السلو جيج الفكرة كلها باستخدام قطعة المعدن دي ان انا اقدر اوصل القطعة دي للعمق اللي انا عايزه وبعدين اقدر استفز الاسماك انها تيجي تضرب على الجيج ده تعمل استرايك وهو بيلعب تحت المياه قدامها بغض النظر عن التكنيك كلنا بندور عن استرايك عشان كده لما بيكون فيه فيديو انا بحاول اوريكم فيه التكنيك او الاكشن اللي انا بعمله في خلال الجيج ما بيبقاش التركيز قوي على الاكشن انا ببقى بركز على الحاجات المهمة بالنسبة لي انا شخصيا الاهم هو ايه الاهم ان انت تكون مرتاح وانت بتمارس التكنيك وان يكون فعال بالنسبة لك التكنيك الخاص بالجيجينج حاجة بيرسونل جدا حاجة فيها تفصيل كده حاجة فيها تفصيل شخصي ليك انت وبالتالي هتلاقي النجاح بتاعك بيزيد كلما كانت طريقة اللي انت بتستخدم فيها الجيج اصبحت يونيك ليك انت اكتر مميزة ليك انت اكتر فيها تميز وفيها خصوصية بحد ذاتها ليك انت اكتر قوة ايدي غير قوة ايدك صحة المفصل ده عندي غير صحة المفصل ده عندك والسن بتاعنا بيفرق وقدرتنا على بذل المجهود بتفرق قدرة عضلاتي غير قدرة عضلاتك الجو ودرجة الحرارة هتفرق في قدرتي على استخدام الجيج الفترات طويلة ولا لا وهو ده اللي احنا هنبدأ نفرق على اساس الجيجات الفاست وسلو من الاول بشكل جديد بشكل فيه اكثر حداثة ومواكبة للتطور اللي احنا فيه اليومين دول مثال عندنا الجيج ده لو تشوفوا انه هتقول انه هو فاست جيج على بناء على الكلام القديم يعني هنقول ده فاست جيج هقول لك لأ ليه لان الناحيتين مش زي بعض مية في المية في هنا بلج شوية الناحية دي بارزة شوية الناحية دي داخلها لجوه طيب لما نيجي نبص على الوزن بتاع الجيج تقريبا الوزن بتاعه كويس جدا نقدر نمسيكه من النص بدون ادنى مشكلة في شوية زيادة في الوزن من تحت لكن مش هكتر من كده خالص جيج زي ده انا نفسي من حوالي خمس ست سنين كنت هستخدمه فاست بس طيب دلوقتي دلوقتي انا بستخدمه فاست وبستخدمه سلو على حسب الطريقة اللي انا بحرك بيها القصبة وانا بحرك الجيج طبعا لو بنتكلم من على القارب يعني ايه يعني انا شايف الخيط بتاعي نازل قدامي كده وبعمل الاكشن وشايف حركة الخيط في المية حركة الخيط في المية للفاست جيج هي بالنسبالي بتكون الاولوية انا ببقى مركز على عيني على الخيط وهو بيتحرك في المية الحركة بتبقى عاملة زي ويب لاش كأن انت فيه كأنه فيه بيعمل فيه خط بيحصل من الخيط بتاعي في المية كل مرة بحرك الجيج الفاست وكل ما كان فيه ريذم الريذم ده الايقاع ده مناسب اكتر للي جسمي بيعمله وطبعا المعدات بتاعتي وزنها مناسب ما جيبش مكانة وزنها مبالغ فيه زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت بالنسبالي اصبح الطريقة اللي الخيط بيتحرك بيها قدامي على اوش المية كده على اول سطح الماء هو ده اللي بيعرفني الاكشن بتاعي تحت شغال ولا لا لو بعمل سلو جيج وبعمل لونج فول يعني برفع القصبة الفوق وبعدين ابدأ اسيب الجيج ينزل وانزل بالقصبة بتاعتي معاه الشكل بتاع الخيط بتاعي وهو بينزل الجيج بيشيل وزنه بينزل لتحت وانا بحصله شوية كده بالتب بتاع القصبة وبنزل معاه ده بالنسبالي اذا كان سريع زيادة عن اللزوم معناه ان انا بستخدم الجيج ده غلط لو في السلو جيج يعني الخيط نازل قدامي شكله عمودي هوا على وش المية لو انا برفع القصبة وبعدين بلاقي ان الخيط بيسبقني لتحت ما بلحقش بسرعة نزل القصبة معاه لقي الوزن بتاع الجيج خاد القصبة بتاعتي وبينزل بسرعة ده معناه ان الجيج تحت بدأ انا رفعت وبدل ما الجيج يبدأ يدي الاكشن بتاعه السلو بهدوء لو في الوزن بتاعه ناحية تحت اكتر هلاقي ان في سرعة الجيج ده اللي في ايدي ده حالا ده عمره ما هيبقى تحت المية الاكشن بتاعه هيعمل كده ويديني السلو اكشن اللي انا عايزه جيج زي ده هيتصرف بالشكل ده لو انا عامل الاسستات بتاعتي صح هلاقي الجيج ده لما ارفع ودي الاكشن بتاعي هلاقي ان الجيج ده بيقع في المية بالشكل ده مش هيبقى فيه حركة جانبية زيادة عن اللزوم قوي بالنسبة للنوع ده من الجيجات موزون جدا وممتاز جدا طيب جيج زي ده معظم الوزن موجود تحت النتيجة هتبقى ايه النتيجة ان انا مجرد ما هرفع بالقصبة وحاول اشغال سلوه الجيج مش هيجي بجنبه قوي بالعكس ده هينزل بالشكل ده هيبقى اللي بيحركه هو الوزن بتاعه القات 2000 وهو اللي بينزله لتحت مرة تانية وهنا دي فيها ميزة كبيرة جدا في الفاست جيجين ان انا مع كل سحبة انا بسحب الجزء النحيف اللي فيه مقاومة قليلة من المية وبعدين الحركة اللي بعدها الجيج بيجي بالجنب وانا بسحب لفوق والجيج بيجي بالجنب وبالتالي ابسط وافضل الطرق الحديثة بقى ان انا قيم الجيج ده الشغل بتاعه كويس ولا لا هو احساسك انت بالجيج وانت مسك القصبة كل ما كان فيه اتزان ما بين الايقاع الرذم اللي انت بتجيج بيه وما بين حركة الخيط كل ما كان ده شيء مناسب جدا للجيج اللي انت بتعمله طريقة الاكشن لو الحركة بتاعته اللي سلو بلاقي ان الجيج بعدها الخيط بتاعي بينزل بالراحة على اساس ان ده تحت لسه بياخد وقته وبيتمرجح يمين وشمال وبيتصرف مقاومة الماية بشكل ممتاز يبقى الجيج ده بيقضي وقت طويل جدا وهو عريض كده وطول الوقت بالنسبالي لو معايا جيج جديد اول مرة استخدمه دايما بجربه قدامي على سطح الماية ارفع الجيج بحركة سلو بعدين اشوف ايه اللي بيحصل انزله ستة سبعة متر تحت وبعدين اديله ضربتين اتنين كده بسرعة اشوف ايه اللي هيحصل وشكل الجيج هو بيتحرك تحت الماية ازاي قبل ما ابدأ انزله على عمق خمسين ستين مئة متر وبعدين ابقى تحت ولسه عمالة خام من شكل الاكشن اعمل ازاي الجيجات اللي من نوع السلم ده انا بلقيت احبهم جدا الفترة الاخيرة بتكلم على اخر سنتين تقريبا الجيجات دي بالنسبالي اصبحت مفضلة للغاية مش بتكلم على جيج بعينه لكن بتكلم على تصميم السلم الجيج الرفيع اللي هما بيعملش بقاومة كبيرة في المية انا لو واقف في مكان او بنعمل دريفتينج المركب بيتحرك بشكل سماري او بالتصبية زي ما بيسموها في اماكن اخرى وانا عايز انزل من عمق 30 متر والعمق بيزيد معايا لحد 80-90 متر انا هستخدم الجيج ده من الاول للاخر مع انه 100 جرام بس خفيف جدا مقارنة بالباقي اللي موجودين معانا وبعضهم يعني وهفضل جيج زي ده عن جيج زي ده حتى لو كان ده مش فاكة ده 80 ولا 100 بالجيج ده بس هو في الرنج ده يعني اعتقد ده 80 ومعايا واحد تاني برضو شابه 100 متر جرام لو افترضنا ان الاتنين دول 100 جرام انا هختار الجيج اللي سلم عشان ده هيبدأ ينزل معايا اسرع هيوصل للعمق اللي انا عايزه افضل وفي نفس الوقت لو تاخدوا بالكم الجيج ده الناحيتين بتوعه مش متماثلتين وفي نفس الوقت الويت الوزن الكبير بتاعه شايفين فوق معناها ان الجيج ده لو انا حركته سلو هيقعد وقت طويل وهو بيتحرك بالشكل ده ومش هينزل بالشقلوب كده مش هينزل بالطريقة دي عشان كده مهم للغاية ان انا وسع ادراكي شوية في موضوع الفاست والسلو جيج فمش كل جيج الناحيتين مختلفين هقدر استخدموا سلو بس الجيجات دي انا بقى لي اكتر من سنتين باستخدمهم النوع برضو تاني النوع بتاع الجيجات مش الجيج بحد ذاته النوع بتاع الجيجات الاسلم دي انا بشتغل بها فاست وبشتغل بها سلو وتسعة وتسعين في المية من الوقت انا بشتغل بالجيجات دي فاست مش سلو وكل السمك الكبير اللي ضرب عليها بالنسبالي كان بطريقة الفاست مش اللي سلو طريق التصميم الجيج بتخلي مقاومته في المية قليلة وده بيساعدني ان انا حركه بسرعة طيب جيج زي ده الجانبين غير متماثلين انا اتحدى ان انت تاخد جيج زي ده وتنزله على عمق 30-40-50 متر وتتحرك بيه فاست بشكل مستمر تنزل كده 4-5 نزلات ورا بعض بنفس الجيج تقيل جدا جدا في الحركة بتاعته وانت بتشتغل بيه فاست اللي انا عايز اوصله لكم في حلقة اليوم بكل بساطة ايه خلي معداتك خلي الجيجات بتاعتك هي اللي تغششك افضل طريقة تحركها بيها افضل الف مرة ما انت اللي تمسك الجيج كده من وجهة نظري الناحيتين شبه بعض يبقى ده انا هستخدمه فاست بس مين قال جيج زي ده الوزن بتاعه كويس جدا في النص هو حلو رائع ممتاز يعني شايفين الاتزام بتاع الجيج عامل ازاي طيب ده معناه ايه معناه ان انا ممكن اشتغل بيه فاست لانه سليم مورفيع طيب لو تعبت في النص ممكن اشغاله سليم ومفيش ادنى مشكلة مش هيقول معايا لا مش هيجي بال يعني مش هيبقى زي جيج زي ده الوزن معظمه موجود تحت لا ده الوزن بتاعه في السنتر طيب ده هيبقى ظاهر بالنسبة لي قوي امتى هيبقى ظاهر لما اجي استخدمه وبعدين ارفع القصبة ولاقي ان الجيج بينزل بسرعة لتحت لو بعمل اكشن سلو دلوقتي بقصبة سلو وبارفع ألاقي الجيج فوه بياخد الخيط بتاعي بسرعة ده معناه ان الجيج ده محتاج سرعة اكتر من كده واقدر اعمل ده وانا بشتغل بنفس القصبة السلو بس بدل ما انا بعمل لونج فول انا هعمل تكنيك مختلف زي ما ههوريكم في الحلقات اللي جاية هعمل تكنيك بسيط جدا فيه شوية اختلاف فيه شوية سرعة في الحركة بتاعتي فقط لغير يبقى انا لسه بشتغل سلو بقصبة سلو خفيفة جدا على ايدي المكينة وزنها مناسب الخيط رفيع جدا لكن بستخدم الاكشن اللي يريح جسمي ويخلي المعدات بتاعتي يخلي الجيج بتاعي موجود في الاسترايك زون اطول فترة ممكنة الاسترايك زون اللي فيها السمك اللي هي لما انا حرك فيها الجيج فعلا هيديني اداء مقابل هذا المجهود اللي انا بعمله يبقى خليها ننسى الكلام القديم اللي بنقول فيه ان الجيج هو طريقة واحدة نقدر نستخدمها هو لو شكله بالشكل الفلاني يبقى فاست بالشكل الفلاني يبقى سلو وطبعا الكلام ده بيتعاظم بقى وبيفرق جدا جدا لما نتكلم على جيجات احجامها واوزانها صغيرة جدا يعني لو انا بتكلم دلوقتي على جيج مثلا بالشكل ده جيج بالشكل ده الجانبين بتوع مختلفين تماما عن بعض اهو زي ما احنا شايفين فيه اختلاف تام ما بين الجانبينهم جيج زي ده 28 جرام والوزن بتاعه كمان موجود اكتر للجانب السفلي جيج زي ده انا ممكن استغل الوقع بتاعته الفول بتاعه لكن وانا بحركه انا بحركه فاست جدا بطريقة ارادك تاك 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 بسرعة تماما يبقى كل ما قال الحجم بتاع الجيج الفروقات البسيطة دي هتفرق معايا على فكرة جيج زي ده انا ممكن استغل الوقع بتاعته ليه لان الوزن بتاعه اكتر نحيه تفوق معنى كده لو انا الخيط بتاعي ممسوك من هنا وانا برفع الجيج لما هاجي اسيبه يقع الوقع على طول هيلف فيها الجيج ويقع بالشكل ده ويبدأ ينزل بالطريقة دي اكتر من اي حاجة تانية مش هينزل لتحت اوكي فالكلام ده الفروقات دي هتفرق اكتر هنا بالطريقة اللي احنا نتكلم فيها النهاردة غيرنا مفهومنا عن الطريقة اللي كنا بنشوف بيها الجيجات الفاست والسلو وشكرا عشان انتو اللي طلبتو هذا الموضوع في الكومنتز ولسه الحلقات الجاية هكمل بقية الطلبات اللي سجلتوهم بالكامل من تعليقاتكم شكرا على المتابعة ساعدونا ان احنا ننشر هذا المحتوى وشكرا على وجودكم معايا في هذه الحلقة